السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اليوم شهيوة وصفة أم أنس اليوم جاءت واجبت لكم الكنتاكي وهي صدرد جداد المقليك يأتي محمر ومهرمش المهم سوف نجعلكم مع المقادير وفرجة ممتعة بالنسبة لدجاج الكنتاكي سنحتاجون صدرد الجاج أنا لديه هنا كيلو سأقوم بتقطع رقيق وصغير وفي هذه الساعة سوف نفنده في الطحين أنا أريكم طريقة الساعة للطحين كيفية تسواب هذا هو صدرد الجاج سوف تحاولوا ممكن تقطع رقيق كثيرا ولم يجب أن تكون هذا في الأرض غليطة يعني عريضة تقطع هذا على الجوش يعني يأتي هنا سوف نشبر هذا ونقطع هذا على العرض يجب أن يرقيق كيف يمكن أن يرقيق ونقطع هذا طوالي ونقطع هذا في الزيت لا يبقى خدر من داخل هذا هو الصوم الذي يجب أن أفعله هذا من الأحسن إذا قطعته في الصباح و ترقضه حيث لا ترقضه في الزيت في الزيت حيث يشرب الزيت السوابل سوف نقع لها الطريقة لكي نكمل سدد الدجاج لن نقطعه و يجب أن ترقضه سوف نفضه سوف نضيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجشن القناة هناك ملحة صغيرة كملاح وكيمون وهذا ضروري من الوصفة وكيفية تحرقون في فلا غبرة ويجب أن يسلقون حرصة ملحرة لديها صفحة ملحرة ومسكين جبل فقط أريكم طريقة هذه أشبرت طحن الأول سوف أقوم بإضافة سوف أقوم بإضافة سوف أقوم بإضافة بإضافة سوف أقوم بإضافة تلستخدم الضابة لأنه إزافة لا أقوم بإضافة بلد الماء لأنه ماء اشتركوا في القناة واحدة اخرى نسيت اسمحوا لي التاومة غابرة لا يوجد التاومة غابرة تعمل واحدة الدرسة انا سوف نعمل التاومة غابرة حيث ان بحل في حل هذه المحلقة نخلط ما تصويل هم سابه الطحان نجد الكسان بالطحان انا سوف نضيف الماء انا سوف نضيف الماء لا تريد أن تكون خفيفة كثيراً حيث إذا كانت خفيفة، فالجداد لا تشبر فيها مهالية فالجداد لا تشبر فيها مهالية ترى أن الكاس فقط و الماء لديكم ميزان هنا لأنها حسب تحن كثيراً يجب أن تحرقوا جيدا و تخلطوا جيدا لكي لا يبقوا في الكواورد الطحي أجد الدرس و تتحرك الوقت يتحرك الوقت أجد الكرام فأنا أخرج الآن يقوم بمتلك و يتحرك الوقت يتحرك الوقت كيف تتحرك الوقت تزيفها قوام الكيكا باقت ميسربة سوف نقوم بسلقة سوف نضيف هذه الوصفة تأتي الكثير من وعرات جيدة كثير من قرمشة وماذا يقولون؟ في هذا الوصفة هائية كثير من الوصفة وحسب الوصفة واضحة تحناها في ثوابيل والمعرقة السويا والملاح والفزار لا تستعمل في كل شيء طبعا نأخذ السدر للجاج طبعا نأخذ السدر للجاج بالطبع من الأحسن عندما تغطين في هذا الوضع و تصبح ملطة لكي تشبه و تقضي تجده جدد و تركضها قبل القطاع قبل هذا البعض لكي يشرب قامت لكي ترى القوام دجاج كيف يكون يجب أن يكون ملبس لأنه إذا كان هذا القوامة خفيف بالذات لا يجب أن يكون مغلف يجب أن يكون ملبس نحن نرقضه هنا لمدة ساعة لأنه قمت بأسفل لأنه يمكنك أن تفعله لأنه يمكنك أن تفعله في الساعة اللغضة وفي الساعة قليلة يجب أن تفعله مع السمع الشلاداء وإنه يجب أن تفعله يجب أن تفعله بلاستيك الغذائي سوف ندخل المتلاجة في واحد الساعة حتى تدخل في الساعة وفي الساعة سوف أخبركم طريقة لتفني الريال وطريقة القليلة بعدما صبرت إلى الكنتاك لقد صدرت جداد ساعة لأنه يمكنك أن تفعله بلاستيك الغذائي لأنه يمكنك أن تفعله في التبصيل لحسب الكمية التي تفعله ومالحوظة أن لا أخبركم شيء فأخبركم أخبركم كيسان ضد الطحين وكسر أربع دلماء لأنه يجب أن تفعله كيسان ضد الطحين وكسر أربع دلماء وإلى آخر عندما لم تتمكن من هذه البلد لقم الجيش في الكنتاكي أخبرنا جميعا لقم الجيش في الكنتاكي وخبرت عن غضر وهذا هو كونتاكي أخبرنا هناك مقلك القلمون أو الثومة لأيما لا أستائم لأبدك هذا شيء ضروري لأنني لا أستطيع زعفاً مغروفة ففل حم عندما تضغير الحر تستعملتها الحر مغروفة سكنجبيل مغروفة ليفزار خارقم تم تصبحت الى ملحة لا تصبحت الى ملحة لأنها لا تصبحت لكم فعندما أخذ الملحة لا تصبحت لكم اخيرة لأنهم يجبون على ملحة صغيرة تستطيع الضغط تصبحت لأسخن تصبحت الى ملحة هذا هو سدرد جدد كنتاكي ترى كيف ملبسة أنا أريد أن أفندها في الطحين الزيز رأسها خنصة تفندها بحالة تفند الحوز في الطحين فهي أبطل سترك حل أسكر سترك الناس مصدح سترك مصدح سترك سترك السحر انا بقية قليل تصبح مقرمة جيدة وطيفة من داخل سخونة ومبرى مقرمش هذا هو الججل الكنتاكي بعد ما لم يكمل طبق التقديم هذا هو الطبق النهائي يأتي اليد اليد ثم ندخله مبرى المهم هو رد علي لا تنبوش إذا جررته تستطيع رفقه بشلدة كيف يمتناه بالخيار والطماطيش او لا تستطيع تكله مع البطاطا او لا اي حاجة يعني كيف رغبه وكيف ما تشاهده المهم كيف العادة باش يوصلكم كل جديد لقنات دي اللي اشتركوا عبر قناتي ودعموني باللايكات وإلى الفرصة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم